السلام عليكم ورحمة الله بداية أود أن أشكر كلية تكنولوجيا المعلومات بالجامعة الليبية الدولية لإتاحة الفرصة لي للمشاركة في اليوم العلمي أنا الدكتور فاهيم بخطوة رئيس قسم الدراسات العليا في مدينة دبلن إيرلندا ومحاضرتي اليوم عن نظم التشفير محاضرة قصيرة وستكون منقسمة إلى جزءين جزء عن نظم أمان المعلومات بصفة عامة والجزء الثاني عن عمليات التشفير في حد ذاتها فأولا مقدمة سريعة أن أمن وسلامة المعلومات عادة لها علاقة بكل المعلومات الموجودة في العالم في كل الشركات والدوائر الحكومية والنوادي والأشياء الاجتماعية والمواصفات الأمنية العالمية التي وضعتها بخصوص أمن وأمان المعلومات عادة تتكلم عن ثلاثة أشياء الهجمات والهجوم والاعتداء الذي يتم على المعلومات مثل سرقة المعلومات إلغاءها يعني تدمير المعلومات تغييرها وما إلى ذلك أو نظم الحماية الموجودة فما هي الآليات الموجودة لحماية هذه المعلومات والطرف الآخر والجزء الثالث اللي هي ما هو الشيء الذي يتم الاستفادة منها اللي تسمى بالخدمات أو الانفورميشن أو السيكورتي سيرفزز الخدمات التي يتم الحصول عليها إذا تم تطبيق نظم المعلومات فعادة هذه الثلاثة أشياء الهجمات الأمنية السيكورتي التاكس السيكورتي ميكانيزم السيكورتي سيرفزز أما الهجمات الأمنية عادة المقصود بها الهجوم على أي نوع من المعلومات هو أي عمل يخل بأمن المعلومات التي تمتلكها أي هيئة وأمن المعلومات مقصود به إما أنها أصبحت متوفرة لشخص مفروض ما يشوفهاش مثلا المعلومات أو أصبح بالإمكان تغييرها بدون علم صاحب المعلومات أو بطريقة غير قانونية أو تم إلغاءها أو تعديلها أو سرقتها أو التلاعب بها أو ما إلى ذلك أمن المعلومات هو كيفية منع هذه الهجمات كيفية عدم حدوث هذه الأشياء بمعلومات الخاصة بك أو الخاصة بالشركة أو الجهة أو الحكومة أو الطرف المقصود هنا وإذا في حالة عدم القدرة على منع هذا الهجوم وعدم مثلا الشخص يدخل إلى عن طريق مثلا واجهة التطبيق أو عن طريق الإنترنت يدخل إلى نظام الشركة ويقرأ معلومات ويطلع المعلومات ويغير في المعلومات إذا لم نستطع نتمكن من إيقاف هذا الهجوم على الأقل يكتشاف هذا الهجوم معرفة أن هذا الهجوم قد حدث وممكن اتخاذ الاحتياطات الأمنية مستقبلية لعدم تكرارها مثلا أو إذا حدث وهناك أضرار سبب بسبب هذا التدخل الأمني أو الهجوم الأمني فكيف يمكن معالجتها وما إلى ذلك وعادة معظم الكتب مثلا information أو security information تتحدث عن شيئين ونسموه التهديد والهجوم threat and attack threat هو أو التهديد وأنه بإمكان الشخص أن يهجم بالاحتداء على المعلومات والهجوم هو فعلا لاحتداء نفسه في حد ذاته ولكن معظم الكتب الأمنية تقول إذا هناك threat اعتبره هجوم وخذ احتياطاتك الأمنية عساس أنه هجوم على المعلومات أما الهجمات الأمنية يمكن تقسيمها إلى نوعين نوع يسموه الهجمات الخاملة أو الهجمات السلبية أو يسموه أذي تعرف بأن passive attack أو active attack والهجمات النشطة العدوانية الهجمات السلبية هو هجوم يتم على المعلومات ولكن لا يتم تغييرها أو تعديل فيها ولا يتم ويقوم الشخص بمثلا انتحال شخصية أخرى أو محاولة دخول للنظام وفقط يراقب يراقب النظام وهو يرسل المعلومات بإمكانه مثلا الوصول إلى خط الإنترنت اللي خارج منها هذه الشركة والجهة ويشوف كل المعلومات اللي طالعها طبعا هذه عملية بسيطة جدا التقاط المعلومات أي معلومة تخرج من جهازك توقع إذا هذه المعلومات مهمة فهناك من يراقبها هناك من يمكن الحصول عليها بكل بساطة بدون لمس السلك وممكن في سيارة واقفة في الشارع وبجهاز تصنط يقدر يستخرج المعلومة من السلك الخارج من المعلومة وإذا كانت معلوماتك لاسلكية هذا أيضا أسوأ موضوع أسوأ أيضا فالهجمات السلبية المهاجم لا يقوم بكثير من الأعمال فقط يأخذ نسخ من هذه المعلومات مثلا خلال الاتصالات أو يقرأ معلوماتك ومرسلاتك وأنت ترسلها إلى آخرين أو ملفات التي ترسل بإمكان الحصول عليها وقراءتها وهذا يعني إلى حد ما البعض يقولوا هذا ليس خطير الهجمة النوع الآخر هي الأكتبة تاكس الأكتبة تاكس هذه لها عدة طرق وأمثلة كثيرة منها تغيير المعلومات دخول إلى نظام وتغيير بعض المعلومات فالشخص يدخل إلى نظام مصرفي ويجد السجلات التي فيها الأرصد ويغير رصيد متاعها مثلا في مصرف أو درجاتها في كمبيوتر متاع الجامعة أو ما إلى ذلك ممكن تغيير المعلومات بصورة غير قانونية تأكد لأن كل الهجومات هذه تتم بصورة غير قانونية آخر تقمص شخصية وعشان يدخل إلى النظام يحتاج إلى مثلا اسم وكلمة سر فيأخذ اسم وكلمة سر شخص آخر ويسموه هذه تقمص أو انتحال شخصية تظهر للنظام أنك شخص آخر غير الشخص الذي يقوم بالدخول إعادة إرسال الرسائل هذه تستعمل مثلا هناك شخص يسموه إعادة إرسال الرسائل هذا نوع من الهجوم مثلا لديك حساب في مصرف فتدخل وتدخل عادة برنامجك اللي يعطي لك المصرف أو الموجود تدخل فيه رق اسمك مثلا الـ ID اللي يعرفك بيه المصرف وكلمة سر وهذه الأشياء تشفر لا يستطيع أحد أن يفهمها ولا يسترجعها وترسلها وتمشي للبنك تصل إلى البنك أو المصرف البرنامج هناك يعيد فك الشفر أو فك الكود ويطلع من اسمك وكلمة سر ويبحث يلاقي فعلا العسم صحيح كلمة سر صحيحة ويقول لك تفضل خش خذ المعلومات اللي تبيها لأنه تأكد من أنك أنت صاحب المعلومات لأنه ما فيش حد يقدر يأخذ نفس المعلومات هذه ويشفرها ويرسلها إلى البنك ولكن فيه واحد ممكن والرسالة هذه طالعة وفيها اسمك والباسورد متاعك وكلمة سر ومشفرة وهو خارج بيتك أو خارج المكتب الشركة يقدر يأخذ يلتقط هذه المعلومات فإذن الآن معاه اسمك والباسورد ولكن لا يستطيع قراءتها لا يقدرش يفتحها لأنها مشفرة ويدخل الاسم ويعدي البيت ويدخل هو اسمك انت والباسورد متاعك هذه مستحيل ديها لكن شي يدير يحبش البيت هو يحط الرسالة هذه في الجهاز متاعها ويرسلها للبنك يستلمها البنك يقول يفكها يقول لا صح هذا الشخص مضبوط وهذه كان متسلمتها فضل يقول خش شوف الحساب ويدير اجري أي عمليات على تحويل أو ما إلى ذلك وتغيير البيانات أو ما إلى ذلك فهذه يسموها ري بلاي فتم التغلب عليها كل البرامج الآن اللي ترسل اسم وباسورد أيضا يرسل معها الساعة الآن الساعة كم طبعا الكمبيوتر عنده كل الكمبيوتر عنده ساعة الساعة تبدأ من بداية القرن وفيها نحن في قرن في سنة في ساعة في يوم في ساعة في دقيقة في جزء من الألف من الثانية في ثانية وجزء من الألف وجزء من اليوم من الثانية ديما الوقت تسل الكمبيوتر يعطيك هذا الوقت فلما تحط هذا الوقت الآن مع الاسم والباسورد والوقت وتشفر وترسل إلى البنك وواحد خذ منها نسخة ومشابعة ساعتين قاموا في بيتها وحط المعلومات هذه ورسلها للبنك البنك يفك شفرة المعلومات يلاقي الاسم وباسورد ويبهت الوقت يقول آه الوقت وين هذا له عشر دقائق والله له ساعتين أو له عشر ثواني يقول لك أوه هذه خطأ معنا هذه إعادة يرفضها إذا المعلومة أنت مش فريش جديدة يعني طالع لها مثلا وصلة خلال جزء من الألف من الثانية أي تأخير عن ذلك يعتبرها هجوم وليس ولم تأتي من الشخص المقصود أو صاحب الحساب الخدمة نوع آخر من هجمات يسموه denial of service denial of service اللي عدم وضع الخدمة في موضع أنها غير متوفرة للمستخدمين الطبيعيين فهذه عادة كانت أو لازالت إذا مثلا شخص عنده موقع على الإنترنت ويبيع مثلا عنده عامل دكان على البيع للإنترنت يبيع مثلا في سيارات أو في صور أو ما إلى ذلك وفي واحد ثاني عنده عنده نفس البيزنس ويبي يخرب على الأول أنا خليه ما يبيع فكيف تتم عملية البيع والشراء مثلا على الإنترنت أو أي تعامل أي صفحة بتشوفها على الإنترنت فالحقيقة أنت تطبع عنوان الصفحة ويمشي الطلب رسالة صغيرة تمشي إلى هذا العنوان إلى الموقع السيرفر اللي موجود عليه الصفحة والسيرفر يفتحه يقول آه في واحد يبي يشوف الصفحة الرئيسية بتاعي يبعث لك الصفحة وتصل الصفحة تعرض على جهازك وتبدأ أنت في التعامل مع هذه الجهاز فممكن المنافس لقي يدير برنامج هو نفسه يرسل طلب للصفحة متاعك للسيرفر متاعك والسيرفر متاعك ياخذ ممكن جزء من الألف من الثانية عشان يشوف آه هذا يبي مني صفحة يرسل لك الصفحة بس هذا صاحبك هذا أو عدوك مش يرسل طلب واحد يدير برنامج لوب يبدأ يرسل يعني الدائري يرسل 2 3 4 5 10 طلبات لألف طلب 10 ألف طلب مليون طلب يرسلهم باستمرار يجون السيرفر متاعك السيرفر متاعك يقدر تعامل مع 1 2 10 100 1000 ما يضرب يخشوا في 10 ألف ومئات الألف حيبدأ يتعامل معهم بس هياخذوا مننا 10 دقائق 20 دقيقة على ما يرسل كلهم الصفحة لما يجيك زبون طبيعي واحد فعلا يشري مش ألا يخرب عليك يصل للطلب يجيب في نهاية القائمة وممكن ياخذ مننا 10 دقائق أو 20 دقيقة على ما يرد عليه مش حينتظر 20 دقيقة فبالطريقة هذه المنافس لك جعل الصفحة متاعك والموقع متاعك على الإنترنت غير متوفر للمستخدمين القانونيين نجيو للجزء الآخر إذن فيه هجمات على الإنترنت على المعلومات وأيضا فيه الخدمات اللي توفرها ماذا يمكن أن يوفر نظام الأمان المعلومات لمعلوماتها أو لأننا احنا كمستخدمين فينفرنا أول حاجة يوفر فيها سرية يجب أن يوفر السرية السرية اللي هي المقصود بالكومفيدنشيالتي السرية اللي هي حماية معلوماتك من مش كل شخص يقدر يطلع عليها ولكن أيضا السرية ليست معناها ما حدش يقدر يطلع عليها السرية معناها هذه المعلومات يمكن يطلع عليها من قبل من له الحق في الاطلع عليها ولا يجوز أن تكون متوفرة ولا يجوز الاطلع عليها من قبل من ليس لهم الحق في الاطلع عليها هذا المقصود بالسرية أو كومفيدنشيالتي يعني إذا سئلت ما هي السرية لا تقول معلومات لا يطلع عليها أحد هذه إجابة غلال ولا تقول معلومات هذه مثلا أنا فقط أطلع عليها هذه خاصة بي ولا يطلع عليها أحد أيضا معلومات لأن في أي معلومة في أي شركة عادة المعلومة يطلع عليها ممكن المدير وبعض المدرع أو رؤساء الأقسام أو ناس مهندسين في قسم معين فهناك معلومات مختلفة وهناك عدد من الناس اللي عادة يطلعوا عليها فالسرية هي حماية المعلومة يطلع عليها ويجعلها متوفرة لطلع عليها إلا من قبل الناس الذين ليس لهم الحق بلطلع عليها سلامة المعلومات اللي هي الخدمة الثانية اللي يقولها الانتاجرتي والانتاجرتي المقصود بأن المعلومة مثلا لم يتم تغييرها بطريقة غير قانونية مثلا أنا أرسلتك رسالة ووصلتك الرسالة هل الرسالة اللي وصلت هي نفسة التي أرسلت إليك؟ هذا المقصود لا يعني أنها سرية ممكن عشرة لاف واحد شفوها بس هل هي فعلا نفس الرسالة اللي أرسلت هي اللي تم استلامها أو تم تغييرها بطريقة غير قانونية وهي في الطريق أو حتى ملفاتك مثلا عندك ملف في الجامعة أو في المدرسة أو في شركة في شركة معينة فيجي حد هل ملفك اللي موجود الآن شنو مستوى السلامة شنو مستوى الانتجرة اللي هو عليه هل يقدر يجي حد يغير لك بعض المال يقول هذا الشخص في الملف امتعره وفصل أو مثلا وقف مرتبة لشيء معين دخلنا في ملف هذا كلام مش سليم ومش قانوني ولم يدخل من قبل شخص قانوني في الشركة هذا هجوم وبالتالي معلوماتك الآن هذا الملف فقد السلامة أو غير آمن أو غير سليم كلمة السلامة هنا المقصد بها المعلومات لم يتم تغييرها إلا بطريقة أو هل طرع عليها تغيير غير قانوني أو هل الرسالة التي استلمت هل هي نفس الرسالة التي أرسلت من الطرف الآخر وهكذا النقطة الأخرى والخدمة الأخرى التي تسمى التوافر والإتاحة أو هل المعلومات متوفرة للمستخدمين القانونيين لا يعني أنت عندك موقع الإنترنت موجود وتبي زبائن يعني هي متوفرة هل هي متوفرة لكل هؤلاء الناس أو في حد يدير في مشكلة يخليها مش متوفرة للزبائن بتاعك مثلا أو ممكن حتى آلة طابعة في شركة واحد متعقد من بقية الموظفين ما يقولون أنت مثلا واحد ما يفيش الثانين يطبعه فيرسل رسالة إلى الطابعة زي الثانين لكن هذا يرسل عشر ألاف طلب طباعة إلى هذه الطابعة فأنت لما ترسل رسالة ملفة بتطبع أو رسالة بتطبع إلى الطابعة فيه قدامك ألف ملف للطباعة وبالتالي تأخرك يوم أو يومين كاملين أو ما إلى ذلك هذا المقصود به التوفر أو الإتاحة هل هل خدمة أو الجهاز أو ما إلى ذلك هل هي متوفرة للعمل أو لا والهجوم اللي عليها يسمى denial of service attack أو عرقلة أو منع أو وصول إلى الخدمة الخدمة الأخرى اللي يحكي عليها المواصفات العالمية لسلامة المعلومات حق الدخول أو الوصول اللي هو access control إن حد يحط password لمثلا عندنا نظام معلوماتي في شركة لا يدخل عليه بالaccess بالpassword والتعرف عليك شخصيا والتأكد من الـ ID فكل واحد عندها password وعندها اسم يحطهم يسمح لها بالدخول عادة ذلك لا يسمح لها أحيانا حد يحصل password أنت شخص آخر ففي بعض الشركات يقولون لا بالإضافة على password يريد أن أسألك آخر سؤال آخر مثلا أنت بيننا وبينك في سؤال سري إجابة سرية فأنت مثلا حتى بعد ما تحط الـ password والإسم آخر ممكن أنت صاحب الحساب هذا اللي داخل عليه فأنا سألوك سؤال هذا مثلا أم تأخذت رخصتك والله مثلا من أحب الناس إليك مثلا أو حاجة من هذا القبيل بس إجابة ما أعرفهاش إلا صاحب الحساب فقط وممكن حتى لو عرفه في بعض الشركة يقول لك لا نبدو نديره أيضا فحص بيولوجي فحص عليك أنت ورين عينك واخذين صورة من عين الشخص صاحب الحساب واللي زي البصمة للأصبع وممكن أيضا البصمات أيضا ويتم التعرف بهذه الطريقة ففيه نظم كثيرة لأكسس كونترول إذن حق الدخول أو الوصول أيضا من الأشياء اللي يجب توفيرها آمنيا التثبت والاستثاق شيء آخر يسموه authentication هل مثلا الرسالة اللي وصلتك وصلتك من فعلا اللي موقع الرسالة مثلا أو مثلا حد يبعث لك إيميل مثلا رئيسك أرسل لك إيميل جاءك أنت وصلك إيميل يقول لك رئيسك بكرة خذ لك أسبوعين راحة راحة ما عندناش عمل الشهر هذا خذ ثلاثة سبيع راحة وتعال مرتبك ماشي ما تخممش وتبشي أنت فرحان وتاخذ ثلاثة سبيع راحة وتوصل لما ترد لقيهم دليل لك يقاف عن العمل وخاص مرتب ليش أنا المدير بتاعي قال لي والمدير يقول لك لا أنا ما بعثت لك شا الرسالة بعد الرسالة صح موقعها المدير حط اسمه من تحت الإيميل ولا المسيج لكن مش هو اللي بعثها واحد تاني واحد عدوك في العمل هو اللي بعثت لك الرسالة هذه موقعها والمدير وانت مشات عليك فهذه معناها النقطة الآن أنك لم تتثبت سأل الرسالة إليك أو لم تتثبت أن هذه الرسالة جاتك فعلا من الشخص اللي موقعها تحت هذه يسموها authentication يبدأ أي نظام تشغيل أو نظام أمني للمعلومات يجب أن يضمنك أن أي رسالة توصلك وموقعا تحت فهيم معنا فعلا مصراتك من فهيم مش وحد تاني يوقع باسم مستعار عدم القدرة على الإنكار هذه الخدمة الأخيرة اللي هي يسموها non-repudiation non-repudiation أنه مثلا شخص يرسل لك رسالة وتتعامل بيها وتمشي معها ويوم البعض يقول لك لا أنا ما رسلت لاش رسالة ينكر أنه قد أرسل الرسالة مع أنه فعلا قد أرسلها وهذه مهمة في كثير من المعاملات التجارية والاقتصادية وما بين الشركات أنه ممكن نقول لك أنا مثلا أوكي بنشر منك مثلا 10,000 سهم في الشركة وبعدين ما زال ما دفعت لك سيفلوس وبعدين في النايل مثلا الأسهم نزلوا وقيمتهم والشيء اليوم البعض ما نشريش لكن أنا أعطيت كلمة مثلا لكن ممكن اليوم البعض يقول لك لا لا مش هنشريه وتقول لك أنت زيت لرسالة وخلاص وتعملت ومشيت على أساس أنك شريت يقول لك لا أنا ما بعتت هاش تمشي للمحكمة ممكن توصل لعند المحكمة وفي المعظم محاكم في الدول طبعا لا يثبت ذلك لكن في أوروبا الآن وفي أمريكا وكندا وأستراليا أصبحت من نظم التشفير اللي فعلا المحكمة تقبلها وموثقة بصورة أن لا تقبل مجال للشك أن هذا الشخص فعلا أرسل لك الرسالة هذه موجودة الآن في نظم التشفير فهذه الخدمات التي توفرها سيربسز 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 الخدمات الأمنية السرية هل معلومات هذه مختفية لمن ليس لهم الحق في رؤيتها والله بينها لكن لحد هذه معنى كان ميت السرية السلامة هل هل معلومات تغيرت بصورة قانونية أو معلومات فعلا مازالت كما هي ممكن تكون معلومة موجودة عندك في ملفات وممكن هذه رسالة صوتية أو رسالة إيميل الجاية في الطريق هل تغيرت خلال الرحلة الوصول إليك التوافر هي هل معلومة لنبيها والله هل خدمة لنبيها متوفرة في أي وقت نبي نقدر نأخذها إذا كان لها الحق فيها ولكل من لهم الحق فيها أيضا والتثبت والاستطاق اللي هي هل معناها هل أنا قاعد نحكي مع الشخص اللي اسما اللي يقول لي واحد يقول لي أنا فلان هل أنا فعلا قاعد نحكي مع فلان زي ما هو يقول والله نحكي مع شخص آخر هذه يسموها الاثنتيكيش والن الريبيدياشن اللي هي أن لما ترسل رسالة يستم إثباتها بدون أي مجال للشك أنك أنت فعلا قد قمت بإرسال هذه الرسالة ولم يرسلها شخص آخر فأخيرا فأحنا حكينا على الهجومات وحكينا على الخدمات اللي يجب توفيرها كيف يمكن توفير هذه الخدمات هذا ما يعرف بالآليات الأمنية أو Security Mechanisms برضو هذه كلها في المواصفات العالمية X800 الآليات الأمنية اللي ممكن توفر هذه الخدمات النظم الموجودة واحد منهم طبعا وأهمهم نظام التشفير وبناء أيضا مع النظام التشفير التوقيعات الإلكترونية والرقمية يسموها Digital Signature يتوقع على ورقة إلكترونية كل واحد أي واحد يقدر يبعث رسالة بالإيميل وياخذ حتى نسخة من التوقيع متاعك يحطها فهذه سموها التوقيعات الإلكترونية فموجودة الآن حيثين رسالة ووقع إلكترونيا أيضا لا تترك مجال الشك إنها وصلت من هذا الشخص وهذه توفر خدمة Authentication التحكم في الدخول Access Control طبعا هناك طرق كثيرة ومجالات كثيرة التي تبحث عن نظام أو التأكد منه هذا الشخص اللي بيخش لنظام بتاعنا هو فعلا الشخص المناسب Hashing في حاجة يسمى Hashing اللي هي التشفير في اتجاه واحد طبعا كل التشفير اللي هنحكو عليه تاخذ رسالة وممكن قراءتها تخبطها بطريقة أنه لا يمكن قراءتها بس لما تصل إلى الطرف المستهدف يقدر يرجعها من جديد ويفكها هذه يسموها two-way يعني تاخذ رسالة عادية تشفرها هذه الخطوة الأولى ولكن يمكن إرجعها من مرحلة الوضع اللي كانت هي التشفير إلى يرجعها من جديد هذه يسموها two-way تشفير وإعادة التشفير أو coding وفك الكود لكن هناك أيضا نظم تشفير أخرى التي تعمل في اتجاه واحد تاخذ رسالة تشفرها فقط ولا يمكن استرجعها من هذه المرحلة نظم التشفير أو في نظم أمن المعلومات لا تسمى تشفير تسمى هاشين والتأكد من الشخصية this is authentication وحشو الرسائل هذه يسموها traffic padding أيضا نظام تشغيل أو نظام طريقة أمنية لحيث أن إذا الشخص بيرسل رسائل حتى أنت مشفرها وما يقدر شيء يقرأ الرسائل لكن في بعض الحالات إذا الشخص هذا يعمل في نفس المجال اللي أنت تعمل فيه وفي نفس البزنس فعارفين مثلا شخص يبيع فيه سيارات إلكترونيا فقاعد هو في المكتب متاعه وعنده عشر سيارات معروضة فالناس يبعثوله في إيميل وإنت عندك تقام في جنب عدت أن تتبيع في سيارات بس أنت تعرف صاحبك هذا يبيع والله يشري والله ما شو برنامجه لكن هو خطير مشفر كل الحاجة ما تقدرش تقرأ شيء من رسائل متاعها كل رسالة تطلع بأنك تقدر أنت تجبدها من خط الإنترنت لكن تقدرش تقرأ ما تفهمش منها حاجة لكن تقدر شوف آه اليوم دز رسالة جات رسالة في واحد يبيع سيارة جات رسالة صغيرة الطلب دز رسالة صغيرة دز لصورة السيارة رد عليه قد يتعامله وبعدين ممكن قد يتبادله في رسائل ممكن يبقى ثباحة على موضوع السعر والقبع أنت في نفس البزنس فعارف شن يصير بين الشخص والزبون فهو قاعد يصير بينه وبين زبون وبعدين في الأخر شفت رسالة كبيرة رسالة ضخمة طلعت إلى أرسلها أنت تكون عارف أوه خلاص معنا باع السيارة وهذا العقد بعثت للعقد يبيه وقع مثلا على سبيل المثال فأنت من غير ما تقرر محتويات الرسائل لأنك كنت في نفس الطريقة ونفس المجال تعارف بالضبط شن يصير وعرفت معلومات عليه أنه فعلا اليوم باع ثلاث سيارات ولا سبع سيارات فأنت إذا نرجع الآن للطرف الأول أنت ما تبيش تجارك هذا يعرف حتى لبعد شريت فما تبيش يعرف أنك تبادلت مع زبون عشرين رسالة قصيرة فأنت جدية كل رسالة قصيرة تحشيها بعرب معلومات يمشى الرسالة طويلة كلام فارغ طبعا معلومات تافها ما فيها شي بس البرنامج في جهة الأخرى يحولهم لما توصل لكن اللي في النص اللي في الطريق يشوف المعلومة الرسالة كبيرة فتدوخ اللي في جنبك فما يعرفش أنت هل بعت اليوم ما بعتش فهذه سموها حشو المعلومات تحشيها وأيضا مشغل تحسي الرسالة وهي طالعة تجد حتى ترسل في رسائل وهمية ترسل لعشرات ولا الآلاف من الرسائل الوهمية يشوفها طالعة معاش شافهم شي لخطة حتى هذا نظام كثير متبع في نظم أمن المعلومات بعض النظم هنا أكثر همية في بعض الأحيان من بعض النظم الأخر هي النقطة الأخرى اللي هي التحكم في المسارات التحكم في الروتينج في الشبكات ممكن تتجنب بعض المسارات الغير آمنة أو تستخدم بعض مثلا مثلا في أنت بترسل السالة من شخصي لدولة أخرى ممكن رسالة تطلع القمر الصناعي تنزل هذا البتب اللاسلكي سهل الحصول عليها وممكن عندك مسار آخر فيه يمشي في الفايبر أوبتيك في الأسلاك الضوئية الأسلاك الضوئية صعب استخراج المعلومات منها أو شبه مستحيلة فأنت قد تختار بعض المسارات من نواحي أمنية فقط ليس من نواحي سرعة ولا من نواحي أمنية فقط تختار بعض المسارات في الشبكات التي توفر أمان أكثر الشهادات الرقمية ومفاتيح التشفي طبعا وحدة من المشاكل حننحكوا عليها في الجزء الثاني اللي هو التشفير يحتاج إلى مفاتيح والمفتاح التي تتبادل مع الشخص الآخر الطرف التي تتعامل معه فمشكلة توزيع المفاتيح في التشفير فهذه يسموها Digital Certificates والله Public Key Certificates هننحكوا عليهم فيما بعد هذه يسموها آليات أمنية محددة والله Specific Security Mechanism وفي وحدات أخرى اللي هي Professional Security Mechanism هذه آلية أمنية عامة وتطبق في كثير من الأحيان وأحيانا تكون يعني فيها عليها أحكام نظمها الثقة في النظم الأمني يعني ممكن تضعي نظام أمني قوي في الشركة متاعكم الموظفين مش مقتنعين به ولا ينفذوه وبالتالي مثل كعدم وجودة فهل يثب فيه ثقة من قبل المستخدمين للنظام في النظام الأمني الموجود أو لا التقييم الأمني Security Labels يعني المفروض معلوماتها كلها في الشركة هذه أوكي ممكن لطلع عليها معلومة عامة هذه خاصة جدا هذه فقط للرسال الأقسام هذا القسم هذا المثلا المهندسي الصيانة أو ما إلى ذلك بحيث أن كل المعلومات يبدأ مقيمة ومعروفة ويتمسي حتى البرامج والناس اللي يقرأها يعرفها آه هذه مفروض حتى موظف شركة مفروض هذه مجدنيش يبلغ القسم المختص في الشركة فمعناه فيه خلل الأمني موجود Event detection أنك تراقب وتكتشف الهجمات أو الأشياء التي تحدث أمنيا على الأقل على أمن المعلومات المقصود هنا فممكن حد دخل إلى النظام والمفروض ما يدخلش فتعرف مثلا فيه مراقبة من اللي دخلوا اليوم تكتشف واحد آه المفروض ما يدخلش واحد دخل بعد ساعة معينة وفي وقت مش مناسب فوحدة من الأشياء هذه اللي هي الـ auditing أيضا الـ trial المفروض هذه متابعة النظم الأمنية فيه واحدة من الشركات كان دايما يستطيع عليها مشاكل هجومات على الشركة هذه إلا فيه شهر في السنة الهجوم يتريحوا منها مظام يستغل بصورة سليمة والتعطيل يصر لهم في بقية السنة بعد الشهر هذا لما بعد تبعوه لقوة من شخص يشتغل في نفس الشركة وفي الشهر يمشي إيجازة لما يمشي إيجازة وهو مش موجود فلما تبعوه لقوة هو فعلا اللي يسبب في المشاكل هذه الأمنية لابد من المتابعة والتحقيق في هذه الأشياء وإلا يعني صعب أحيانا التعرف على بعض الهجمات أو المشاكل الأمنية تسجيل الأحداث لوجين لوجين مهم ومناسب لكل حاجة تم مثلا الملف هذا الحساب هذا تمت إضافة مبلغ هذا الملف هذا تمت إضافة مثلا سجل جديد تم إضافته ومعلومات جديدة تم تعديلها ساعة كم ومن عدلها هذه كلها تسجل كل حاجة تم على أي ملف من الملفات أو معلومة من المعلومات تسجل هذا ممكن ما حدش يطلع عليه لكن لما لو صارت مشكلة وتبدأ تحقيق وفيه جدا طلع شوف أمتى الملف هذا وين خلل عندنا ملف صارت فيه معلومة فيه شخص قعد عنده مثلا في بلق رصيدة كان ديما خمسين ستين ومشافشون قعد مليون ونص كيف صارت تمت تعرف اللحظة اللي صارت فيها أمتى صارت أمتى من اللي دار التغيير وهي طبعا مجانش فلوس هذا بس رصيد ارتفاع وخلاص فبالإمكان لو عندك اللوج ستقدر تتبع هذه الأشياء طبعا هذا مثال فقط لكن فيه أمتى أخرى كثيرة والتراجع واسترجاع إلى ما قبل الكارثة فرضا عندك شركة وممتازة ومعلومات ضخمة عندك على أجل الكمبيوتر بوف ولعت الشركة في نار المكتب انحرق والآلات والمعيدات اللي فيها المعلومات احترقت كيف ترجع هذه المعلومات لازم يكون عندك خطة في الشركة في حالة كارثة في حالة فيضان حريق الجهاز وقف وأي جهاز كمبيوتر ممكن في لحظة يتوقف عن العمل هل شركتك هل تستمر ولا البزنس ولا الشركة ولا الحكومة ولا النظام الأمني ولا الجيش عسكري هل هيستمر العمل ولا يتوقف وكم ياخذ منك بش ترد إلى العمل من جديد أفضلها طبعا يرد في لحظية في نفس اللحظة الجهازات توقف عندك جهاز آخر شغال زي بالضبط وكل المعلومات موجودة فيه لكن هذا توقف على تنطير الجهاز الآخر لكن لو الجهازين موجودين في نفس المبنى في نفس الحجرة وولعت نار هم تنضاعه فتحطه في مبنى آخر ولو صار زنزال حتى المبنى الآخر حيتهدم حطه في مدينة أخرى ولو صار فلطان ولو صار في كثير من الدول في كثير من الشركات يحطون في دولة أخرى نهائية نظامهم كلها من أجل استمرارية البزنس أو العودة إلى العمل في حالة حصول خطأ لكن أنت لازم في حاجة تسموها ريسكا ساسما تاخر واحدة اللي هي تقييم المخاطر باية لازم تقييمها توقف العمل والله الجهازك منحرق وكل فيه معلومات مثلا معلوماتك كلها خمسين معلومة تجيب واحد الحجت قمز تقول له ساعتين يدخل اللقي من جديد ما أنه أنت ما تحتاج تصرف جهاز بعشر ألاف عشان تخليش تاند باي موجود لكن إذا المعلومات اللي احترقت تبي لك سنوات بيش ترجحها ما أنه لا لا وممكن حتكلفك ملايين من الخسائر ولا فممكن تصرف عشر ألاف فيورو مثلا ولا دولار على جهاز تاني تحطه في جنبه وباكب ودير منه نصخ احتياطي ولا دائما يتم تحديثه لحظيا يعني أي خطر ممكن يصير عندك تحميه هالنظام الحماية اللي بديرها يكلفك أكثر من لو هالخطر خاش وخرب لك المعلومات وحرق الجهاز بالكامل مثلا فيه خطر أن الجهاز هذا يحترق بس من الجهاز أو لو احترق مثلا هنجيبه واحد تاني مثلا بخمسة ألاف دينار ما يستحقش أنك تصرف هالي عشرة ألاف دينار مثلا مقدمة هذي سموه هذه كلها أشياء نحن النظام اللي يعني اللي هنحكو عليه الآن اللي هو الجزء الثاني من المحاضرة اللي هو التشفير إذن هذه اللي كانت الآن مقدمة بسيطة وسريعة على نظم أمن المعلومات أو أمان المعلومات وموجودة كثير يعني من مثلا المحاضرات عليه بالإمكان اطلاع عليه لكن الآن نبدو نظام التشفير نبدو الآن التشفير قبل البدء في موضوع التشفير ننظر إلى عملية الاتصالات و كيف تهاجم عملية الاتصالات فعلى سبيل المثال لدينا اثنين من المستخدمين كانوا في السابق يقوم بعملية الاتصالات على التليفونات العادية وعلى الأسلاك و ليست لديهم مشاكل مع اتساع رقعة الانترنت وزيادة حجمها استمر الاتصال والتواصل وزادت أيضا الشركات التي توفر الخدمات وزيادة الشبكات وظهر ناس آخرين الذين يستمعون إلى الاتصال فلدينا بالإضافة إلى بلال وأمينة الآن لدينا مكيرة ثم ظهرت أيضا ما يسمى بالحشرية شخص ثالث يدخل في نظام الاتصال ما بين الاثنين المتصلين ويستمع إلى الاتصالات الخاصة بهم ثم يظهر أيضا التطور نظام الهجوم إلى أن الشخص الذي في وسط المكالمة يستلم الاتصالات من طرف ويكتب رسائل إلى الطرف الآخر بإسم الطرف الأول كل هذه المشاكل التي هي الاستماع أو التنصة على المكالمة أو الحشرية ممكن ترسل رسالة إلى أمينة ويقول مرحبا أمينة أنا بلال وتتظاهر بأنها بلال نظام انتحال شخصية ثم الحشرية التي في وسط الاتصال وتستلم وترسل المراسلات أو تترك المراسل تأمشي إذا بعد الاطلاع عليها فأخيرا السيطرة المباشرة على عملية اتصال ما بين اثنين باستلام الرسائل من الطرف وكتابة رسائل للطرف الآخر والسيطرة على ذلك الاتصال ولذلك التشفير أصبح مهم عملية التشفير بصفة عامة لأنك تخذ الرسالة الواضحة ويتم تغيير ما بداخلها من كلام أو أحرف أو رموز بحيث 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 أنها تصبح غير واضحة وهناك طريقتين مشهورتين للرئيسيتين في عمليات التشفير رحل هذه الطرق تسمى block cipher لتشفير مجموعة كاملة رسالة كاملة سطر كامل أو صفحة كاملة ويتم تغيير تشفيرها أو يتم تشفير البيانات بطريقة متسلسلة يسمى stream cipher يوكل الحرف تاخذ الحرف أو الكلمة تشفر اللي بعد الحرف اللي يليه ويليه وهكذا عملية التشفير في حد ذاتها كيف تتم في هناك طريقتين إما طريقة الاستبدال أو إعادة الترتيب تغيير مكان الحروف فمثلا الاستبدال هو أن يستبدل حرف بحرف أو رمز برمز هذه مثالين الآن على عملية التشفير عن طريق إعادة الترتيب أو عن طريق الاستبدال إعادة الترتيب تسمى transposition position معنى الموقع وتحويل الموقع من مكان إلى آخر المثال على ذلك مثلا تريد أن ترسل كلمة أو تشفر كلمة بنغازي فيتم تشفير كمان مثلا نقض حرف الب يوضع في نهاية الكلمة النون مثلا في بدايتها ويعاد ترتيب الحروف بحيث القارئ عندما يقرأها لا تعني شيء ومن الصعب أن يفهم معنى الكلمة مثال آخر باللغة الإنجليزية مثلا ومكن تغير حرف يوضع في البداية حرف د يوضع في الوسط وهكذا إذن هذه إحدى الطرق الأساسية في عملية التشفير أن تأخذ الرسالة بلوك كامل كلمة وعدة حروف أو عشرة أو مئة حرف أو خمسمائة حرف وتقوم بعملية تغيير المواقع للحروف الطريقة الأخرى اللي هي الاستبدال أو أن تأخذ كل حرف وتستبدل يتم استبدال بحرف آخر يعني حرف الب مثلا تم استبدال بحرف سين حرف النون ميم غا واو وهكذا وعند إرسال هذه الكلمة الآن بعد التشفير يتم إرسالها للطرف المستلم والمستلم يجب أن يكون على قدرة أن يرجعها إلى الرسالة الأصلية فمثلا في عملية الاستبدال المستلم يجب أن يكون له القدرة على إرجاع حرف السين إلى با والميم إلى نون والواو إلى غا وهكذا حتى يسترجع كلمة بنغازي ونفس الشيء بالنسبة للتشفير عن طريق تغيير المواقع فالمستلم يجب أن يعرف أن حرف الباهضة يجب أن يكون هو الحرف الأول في الكلمة ويعيد ترتيب الحروف حتى يسترجع الرسالة الرئيسية ولازالت هاتين الطريقتين هما الطرق الرئيسية في نظم التشفير الحديثة فنظم التشفير الحديثة تستعمل في هاتين الطريقتين ثم طريقة أخرى خلق بينهما فكل نظم التشفير الحديثة باستثناء يعني نظام واحد سنحكي عليه ولكن نظم مستعملة حاليا في الوقت الحالي هذه الطريقة المستعملة يستعملوا في الترانسبوزيشن ويستعمل كلاهما يعني ياخذوا كلمة يغيروا حروفها ثم يستبدلوا حروفها ثم يغيروا مرة تانية ثم يقوموا بعملية استبدال أخرى وهكذا حتى تتلخبط الكلمة والرسالة وترسل بس المستلم يجب أن يكون على قدر القيام بنفس الشيء الآن نظم التشفير الموجودة حاليا في العالم نظامين نظام قديم والنظام الحديث النظام القديم موجود من مئات السنين ويسمى نظام التشفير المتماثل والنظام الحديث اللي ظهر في السبعينات يعني من حوالي أربعين خمسين سنة هذا نظام يسمى Public Key Encryption System مثلا النظام التشفير المتماثل أو Symmetric أو القديم يقال عنه المتماثل لأن الراسل والمستلم الشخص اللي يقوم بالتشفير والشخص اللي يستلم الرسالة ويقوم بفك الشفرة منها هم اثنين نفس الشخصين الراسل والمستلم لديهم نفس المفتاح مفتاح واحد وبالتالي يسمى النظام المتماثل النظم الحديثة الراسل والمستلم لديهم مفاتيح تختلف وبالتالي يسمى النظام الغير المتماثلة إذن لدينا الآن نظامين مستخدمين هم الاثنين يتم استخدامهم حاليا نظام المتماثل والنظام الغير المتماثل فالنظام المتماثل اللي بننظر إلى واحد من أمثل فقط مثال واحد فقط النظام هذا مستعمل نظام قديم غير مستعمل حاليا ولكن يعطي فكرة التشفير المتماثل الآن ننظر إلى نظام قيثر أو Caesar cipher نظام تشفير قيثر نظام قديم ونظام استبدال يعني كل حرف يتم استبداله بحرف آخر وعادة مثلا الرسالة فيها مثلا حرف A فيتم استبدال حرف A مثلا بD وB بحرف E وC بحرف F وهكذا عادة Caesar cipher يحتاج أن الحروف اللغة الموجودة كلها تعطالها أرقام قيم عددية مثلا حرف اللغة الإنجليزية من A إلى Z يتم إعطالها أرقام 0 1 2 3 إلى آخر حرف 25 26 حرف وكل حرف يتم استبداله بحرف بعد الحرف اللي بعد أو بعد باتنين أو بعد بثلاث حروف أو أربع حروف واللي قرر بعد بكم حرف هذا يسمى مفتاح فمثلا ناخذ هذه الكلمة One World O-N-E W-O-R-L-D فمثلا حرف الأو الآن المشفر لازم تكون عنده هذا الجدول اللي موجود فوق اللي يوري القيم العددية للحروف فمثلا حرف الأو عندما يمشي الحرف الأو يشوف قيمة العددية كم 14 ونحن عندنا نظام من هذا المفتاح اللي نستعمله أربعة يعني كل حاجة اللي تضيف ها أربعة يعني بدل الأربعة تضيف الأربعة يصبح 18 يعني حرف الأو تنمشي الحرف اللي بعد واحد اتنين ثلاثة أربعة يعني يستبدل بالحرف اللي بعد بأربعة حروف فالأو يستبدل بحرف الأس لأن قيمة العددية 14 وضيف لأربعة يصبح 18 فيستبدل بحرف الأس وهكذا فتم استبدال بحرف الأس الحرف الحرف يلي هي ال-N بعد بأربعة حروف الحرف اللي بعد ال-N O P Q R اللي بعد بحرف 1 2 3 4 يعني يستبدل بحرف ال-R أو الطريقة أخرى حرف ال-O قيمة العددية 14 ضيف لأربعة يصبح 18 N قيمة العددية 13 وضيف لأربعة يصبح 17 17 اللي هو حرف ال-R وهكذا فهذه القيمة العددية فهنا حرف ال-I قيمة أربعة وضيف لأربعة يصبح ثمانية ثمانية هو حرف ال-I في نفس الجدول فإذا كل حرف يتم استبدال بحرف واحد فقط ولكن هذا الحرف يتم تحديدا من قيمة المفتاح فإذا كلمة One World يتم استبدال بكلمة S-R S-P-H كلمة ليس لها معنى وهذا هو التشفير أو مثال التشفير بالنسبة اللغة العربية نفس الشيء ممكن الحروف الأبجدية من الألف إلى الياء ألف باتاثات تعطالها قيم عددية 01234 إلى 27 اللغة العربية بها 28 حرف نريد تشفير كلمة أو كلمتي عالم غريب بمفتاح أربعة ممكن يكون مفتاح ثلاثة ممكن سبعة ممكن سبعتاش المفتاح يريد بس كم من الحروف تفوت ليستبدال كل حرف فحرف العين مثلا بأي حرف يتم استبدالها نمشي للجدول حرف العين 17 ونبنضفوه أربعة اللي بعدها 17 واربعة 21 اللي هو حرف الكاف إذن العين يتم استبدالها بحرف الكاف حرف الألف اللي هو السفر قيمته يتم استبدالها سفر زايد أربعة اللي هو حرف الجيم يتم استبدالها بحرف الجيم أنا بنفسي الحرف الميم عالم حرف الميم بأي حرف يتم استبدالها الميم هو الرقم 23 يتم استبدالها بواحد 23 4 رقم 27 اللي هو حرف الياء فالميم تم استبدالها بحرف الياء حرف الياء يتم تشفيرها بأي حرف استبدالها بأي حرف حرف الياء 27 ونضفوه 4 4 28 ما فيش فإذا وصلنا النهاية نرجع للبداية من جديد ونستمر نفس الحلقة 1 2 3 4 فيتم استبدالها بالحرف اللي قيمته 3 اللي هو حرف 3 فحرف الياء يتم استبدالها بحرف التاء وهكذا فكلمة عالم غريب يتم استبدال حروفها بالحروف كجاواوية لامصاد ساحة كجويل ساحة والتي لا تعني شيء ومن الصعب فهمها ويصعب أيضا معرفة أنها لها علاقة بكلمة عالم غريب أما يعاجة التشفير العكس deciphering إذن لدينا التشفير يقوم بها الراسل الراسل يتفق مع المرسل المرسل إليه الذي يفق في الكود الذي هو المستلم والذي يعمل الكود أو يشفر المعلومة أو الرسالة هذا الراسل يتفق على شيء معين بينهم الذي هو المفتاح على سبيل المثال الآن اتفق على المفتاح 4 والراسل أخذ جملة وأرسلها لنا وهذه الرسالة المشفرة التي تم استلامها فكيف نسترجع هذه الكلمة أو الجملة المشفرة كيف نقدرون فكوا هذه الشفرة وهذا الكود يجب معرفة لدينا المفتاح اللي هو 4 ونستعمل نفس اللوحة اللي بها نفس الحروف ونفس القيم العددية فنأخذ الحرف الأول هذه عملية تستبدال هذا سيزر صيفر حرف الاس أولا نشوف قيمة العددية 18 والمفتاح 4 لما نفك الشفرة نرجع إلى الخلف ولما نشفر ونمش 18 ناقص 4 تصبح 14 هذا العدد الحرف S اللي هو قيمة العددية 18 نرجع إلى الخلف إلى 14 فيستبدل بحرف الأو فحرف الاس ترجع إلى أو حرف الار يرجع 17 ناقص 4 13 فحرف الان يعني ر لما تفتح الشفرة ترجع حسب مفتاح 4 ترجع 4 مفاتيح 4 مواقع يعني حرف الرا يرجع إلى Q P O N 1 2 3 4 فحرف فحرف R يرجع إلى حرف N استبدال عملية استبدال حرف I يرجع إلى 1 2 3 4 وهكذا كل حرف يرجع 4 خانات إلى الخلف 4 حروف إلى الخلف وليش 4 لأن احنا تم الاتفاق على المفتاح 4 4 فالآن كل حاجة هترجع إلى الخلف 4 فحرف الكاف اللي هو قيمة 21 ارجع إلى الخلف 1 2 3 4 يعني 17 اللي هو رمز مفتاح أو الحرف عين فالكاف هتستبدل بحرف العين وهكذا طبعا هذه ممكن كتابة برنامج القيام بها عملية تشفير يتم إضافة المفتاح قيمة المفتاح ويعادة تشفير أو فك الشفرة يتم أو إنقاذ قيمة المفتاح من قيمة الحرب طبعا كل الأشياء اللي ترسل في عمليات التشفير أرقام لا يتم إرسال إلا أرقام لتمثل هذه الحروف أو البيانات المرسلة طبعا في الحالة هذه نظام سيزر يستعمل في الحروف فقط من الحروف من الأيل الزد أو من الألف لليا لكن ما يقدرش يرسل أرقام يعني مثلا بتقول مثلا نسافر بعد ثلاثة أيام لازم تكتب كلمة ثلاثة أيام بالحروف أو ممكن تطويرها إلى إضافة بالإضافة إلى الحروف ألف إلى اليا تضيف بقية الرموز للأرقام اليو 0 1 2 3 4 9 وبالتالي حتى هي تاخذ قيم عددية أخرى ويتم استبدالها مثلها مثل أي حرف من هذه الحروف أضع النظام القديم تنطبق عليه كل المواصفات متاع نظام التشغيل اللي فيه راسل ومرسل إليه أو مشفر لفاكل الشفرة ويوجد مفتاح مشترك ما بين الطرفين لازم يشاركوا في نفس المفتاح وفيه برنامج صغير اللي يقوم بعملية تشفير اللي هو ياخذ الحرف ويضيف لقيمة المفتاح ويطلع حرف آخر هذا هو حرف المشفر فعندنا الرسالة الأصلية الواضحة ولكن بعد تمريرها خلال العملية الحسابية هذه تطلعنا أرقام أخرى تدل على حروف أخرى مشفرة والمستلم ياخذ هذه الحروف المشفرة ويضيفلها المفتاح والطريقة العملية الحسابية مشابهة جدا ولكنها معاكسة هذا يضيف في قيمة المفتاح وهذا يسحب في قيمة المفتاح وترجع الرسالة من جديد لكن شن العيوب اللي فيه ما هي العيوب اللي فيه هذا النظام من التشفير هذا باختصار نظام التشفير نظام التشفير هذا عنده عدة مشاكل أولا أي شخص يستلم هذه الرسالة ومعندهش القيمة المفتاح مش عارف المفتاح كم فيجرب مفتاح واحد يجرب اثنين ثلاثة أربعة خمسة لأن يعني محدود عدد المفاتيح هنا لا يزيد عن ستة وعشين مفتاح طبعا في السابق الأعمال يدوية فهتاخذ وقت طويل لكن الآن على برنامج كمبيوتر تقدر تاخذ أي رقم من هنا وتقول يعني الجملة هذه وتقول جرب المفتاح رقم واحد واطبع لي النتيجة وجرب مفتاح اثنين وجرب ثلاثة واربعة وخمسة جرب لي سبعة وعشين مفتاح واطبع لي الرسالة ووحدة من الرسائل ستكون واضحة جدا قدامك لأنها ستكون واحد من المفتاح سيكون سليمة يعني الآن بالكمبيوتر في حوالي ثانية أو اثنين يعني أي جملة أو رسالة أو سطر أو صفحة مشفرة تقدر تفك شفرتها ستة وعشرين أو سبعة وعشرين مرة وتعرضها على الشاشة في ثواني و إذن هذا ضعيف لكن هذه نفس طريقة العمل للنظم الحديثة اللي الآن شغالة إلى الآن تستعمل في نفس الطريقة العملية الاستبدال معروفة اللي هو يسموها الألغوريثم اللي هي العملية الحسابية و كل اللي تحتاجها إلى مفتاح لكن الفرق الوحيد الآن في النظم الحديثة إن هذا المفتاح بدل ما هو ممكن يكون أي رقم ما بين واحد إلى ستة وعشرين الآن ممكن يكون أي رقم ما بين واحد إلى تريليون أو ألف ألف مليون يعني الأرقام كبيرة جداً فإذا كانك أنت بتجربهم بالواحد واحد ثلاثة أربعة خمسة اللي عندما توصل نهاية العدد هتأخذ منك شهور أو سنوات في الحقيقة الأرقام تمت يعني الحجم اللي تأخذ مننا الأرقام لأن أصبح خيالي أصبح يعني ممكن تأخذ الرقم نفسه يتكون من 500 بيت صور الأرقام اللي ممكن كتابتها في 500 بيت أو أكثر فنظم التشفير الموجودة حالياً ليست مستحيلة أن تفك أي شفرة لكن مشكلتها إذا ما عندك مفتاح لكن عشان تجرب جميع المفاتيح ممكن قد تستغرق منك مثلاً 10 ألف سنة أو 100 ألف سنة على ما تجربهم كلهم المفاتيح عشان تفك الشفرة هذا لضخامة الحجم المفتاح المكان يعني جميع الأرقام من واحد إلى ألف مليون تريليون وتاخذ منهم رقم واحد أنت مش عارف أي رقم هذا فبتجربهم كلهم هتاخذ منك ألف سنوات على ما توصل للرقم الذي تبيه فهذه ميزة النظم التشغير أو نظم التشفير أن هتاخذ سنوات طويلة وعلى ما أنت تفك الشفرة بعد 10 ألف سنة خلاص فقدت قيمتها يعني عادة مثلا بتشفر شيء معين حتى في عملية حرب الحرب اشتمرت خمس سنوات من تذي مش هتقدر تفك الشفرة لبعد مئات الألاف من السنين عشان تفك الرسائل المشفرة لأن الآن المفتاح أصبح هجم ضخم فهذه واحدة من عيوب سيزر نظم التشفير سيزر أن المدى اللي يتم استخراج المفتاح منه صغير جدا ففي النظم الحديثة استعملوا نظام مشابه ولكن الأرقام ضخمة جدا الشيء الآخر في نظام سيزر في مشكلة أخرى إذا عرفت شفرة مفتاح من المفاتيح خلاص في الرسالة كلها المشفرة إذا تكرر هذا الحرف تقدر تشيل وتستبدل بنفس الحرف ف عارف إذا كان في حرف هنا مكرر مثلا حرف الأو شوف هنا حرف الأو ون ورلد عندنا حرف الأو هنا مرة وهنا مرة وممكن في الرسالة يكون وتكرر عدة مرات أول واحد اكتشفنا أن أو حرف قيمة 14 وغيرنا إلى حرف S أيضا المرة اللي بعدها حرف الأو تغير إلى حرف S وهكذا هذا عيب من العيوب هذا يسميه إحادي التشفير يعني كل حرف لما تجد في الرسالة شفرة أو استبدل بنفس الحرف دائما وهذه ضعيف هذا تخلي النظم هذه من النظم التشفير ضعيفة جدا فالنظم الحديثة إذا لقيت O مثلا حرف O استبدل بS لو لقيت مرة ثانية في نفس جملة ممكن تستبدل بحرف B لو لقيت مرة ثالثة ممكن تستبدل بحرف Z وهكذا عشان تزيد صعوبة عملية محاولة كسر الكود أو كسر الشفرة هذه طبعا هذه النقطة الأخرى وأيضا عملية Caesar's Algorithm فيه مشكلة أخرى ومشكلة أضخم أن حتى أن تقدر تكرر جميع المفاتيح وتدير هم في ثانية أو ثانيتين يعرض لك جميع حتى لو زدنا حجم المفتاح بأضعاف أضعاف ما زال تقدر تكسر أو تجد المفتاح بتجريب جميع الحالات يسموها brute force brute force يعني أنت ما عندك مفتاح بتستعمل في القوة المطلقة لغاية ما تجرب جميع المفاتيح لأن ما تلقر الحل بس بس نزال تقدر تجرب جميع المفاتيح في وقت قصير قد يكون دقائق وممكن حتى ساعات هذا يعتبر نظام ضعيف جدا والسبب طبعا سببين أولا هنا العدد المفاتيح ما حدود جدا لكن أيضا العملية الحسابية بسيطة جدا يعني العملية هذه هي ديرها الكمبيوتر ليه إضافة رقم أربعة أو ناقص أربعة من حرف يديرها الكمبيوتر في أقل من مليون من الثانية جزء من المليون من الثانية يعني يعود مليون حرف يديرهم في ثانية فالنظم الحديثة بدل عملية بسيطة بهذا الشكل لعملية ضيفة أربعة يقولوا ضيفة أربعة وربحه ونقص وضيفه وديرهم إزاحة اليمين وعشمال يدير في جي مئة عملية أو أكثر لكل حرف وبالتالي تخلي ياخذ وقت أطول في عملية يعادة التشفير أو فك الشفرة إذا ما عندك مفتاح فعندها عدة عيوب الألغوريثم اللي هو العملية الحسابية بسيطة جدا وحجم المفاتيح المتاحة صغيرة جدا وأحادي التشفير هذه كلها نقاط ضعف طبعا روعية في النظم الحديثة وكلها تم إزالتها لكن المشكلة الرئيسية في هذا النظام وكل والنظم اللي موجودة أيضا حاليا الحديثة اللي هي نظام التماثل يسموها ومتذكر لشان معناها كلمة النظام التماثل أو النظام اللي يحتوي على نفس المفتاح الراسل أو المشفر عنده مفتاح والمستلم عنده نفس المفتاح هذه المشكلة هذا المفتاح لو أنا بنرسلك رسالة وانت موجود في الصين أو موجود في البرازيل وني بنرسلك رسالة مشفرة ونقدر ناخذ أي مفتاح ونشفر الرسالة الآن فيش حد يقدر يقرر الرسالة هذه حتى في النظم الحديثة إلا لما يحصل على هذا المفتاح أن المفتاح هذا بنبعث لكي من نقدر نبعث لكي بالبريد من نقدر نبعث لكي بأي طريقة لازم نلتقي بصورة مؤكدة وبصورة آمنة ونعطيك المفتاح بصورة سرية عشان تقدر تفتح الرسالة وهذه مشكلة هذا النظام من نظم التشفير نظم التشفير المتماثل هذه تعاني من هذه المشكلة نظم التشفير المتماثل أو Symmetrical Cyphers Symmetric Encryption Systems نسموه Symmetric أي متماثل يعني الشخصين لديهم نفس المفتاح هذه فيها عيب كبير جدا كيف يتم نقل المفتاح أو المشاركة في المفتاح لأن لا يجوز إرسالة لا بالبريد ولا بالإيميل ولا بالتليفون تعطيه المفتاح وهذه نقطة ضعف النظام التماثلي نظام التماثل أو النظام المتماثل من أفضل نظم الموجودة حاليا ونقطة القوة الوحيدة التي فيه السرعة سريع جدا في عملية التشفير لكن مشكلتها في كيف يتم توزيع هذا المفتاح طبعا النظم الحديثة تغلبت على نقاط الضعف في التشفير فأصبح نظام قوي نظام المتماثل نظام قوي جدا ونظام سريع جدا ولديه مشكلة واحدة فقط كيف يتم مشاركة المفتاح ما بين المستخدمين ولذلك لا يستغل ولذلك تم تطوير نظام آخر هذا هذا مثال للنظام المتماثل هذا لدينا شخص يرسل رسالة واضحة يمكن قراءتها يضحها داخل هذه الأوبرايشن لتأخذ المفتاح وكل حرف ويتم استبدالهم إما بطريقة تغيير مواقعهم أو عملية استبدال ويعاد تكرر هذه العملية عدة مرات وتخرج برسالة آمنة ولكن تحتاج مفتاح لفتحها وإذا الطرف الآخر لديه نفس المفتاح تصبح عملية معاكزة كل العملية التي قام بها هذا الطرف يقوم بها الطرف الآخر في الاتجاه المعاكز أو من السلسلة بالعكس يعني هذا مثلا ضاف الرقم خمسة هذا حيطرح رقم خمسة هذا مثلا أزاح كل الحروف إلى اليمين ثلاث مواقع يجي هذا يزي حميل الشمال ثلاث مواقع هذا مثلا قسم على أربع هذا يضرب في أربع وهكذا لغاية ما يرجع زي ما كان طبعا البرنامج الخطوات معروفة كل الخطوات نظم التشغيل معروفة الكل يعرفها طريقة العمل معروفة كل اللي مش معروف المفتاح فقط هذا هو الشي الوحيد ولا لا تستطيع أن تجرب جميع المفاتيح الشفرة يسموها brute force نظام القوة جربهم بالقوة جرب جميع المفاتيح لكن إذا دخلت على تجريج جميع المفاتيح قد تاخذ مئات الآلاف من السنين قبل أن تصل إلى المفتاح المطلوب بأسرع جهزة الكمبيوتر الآن وذلك لضخامة حجم الأرقام اللي استخرج من هالمفتاح هذا النظام السيمتريك أو المتماثل مشكلته عنده مشكلة أخرى بالإضافة إلى عملية توزيع المفاتيح عنده نظام أخر يعني مشكلة أخرى إذا إذا أردت أن أتعامل مع الشخص يجب أن يكون مشترك بيني وبين هذا الشخص مفتاح إذا فيه شخص آخر شخص بي شخص ألف وشخص با نبي أتواصل معه بطريقة آمنة يجب أن أشاركه في مفتاح يختلف على المفتاح لشركت به الشخص الأول والشخص الثالث والرابع والخامس والسادس وهكذا إذا كل شخص أريد أن أتعامل معه بصورة أمنية أو سرية يجب أن أتشارك معه بمفتاح وأيضا الشخص الآخر الذي تشارك معه في مفتاح إذا أراد أن يتشارك مع شخص آخر في مفتاح يجب أن يكون مفتاح يختلف فهذا النظام تتكون به عدد كبير جدا 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 من المفاتيح طبعا ما هيش مفاتيح يدوية ولكن كل مفتاح يباري عن رقم ولكن أرقام سرية ولازم أنا مثلا يكون ممكن يكون لدي 200 رقم إذا نحكي مع شخص معين يجب أن ندول مفتاح الذي أنا أتشارك معه في هذا الشخص أو أتشارك مع هذا الشخص في هذا المفتاح فعملية يجب أيضا تحتاج إلى كثير من الأمنية للمحافظة على هذه سرية هذه المفاتيح فهذه مشكلة أخرى موجودة في النظم القديمة للإنكريبشن والمشكلة الأخرى أنك يجب أيضا أن تستمر في تغيير المفاتيح إذا تم اكتشاف المفتاح أو حد اكتشاف المفتاح أو سرق المفتاح أو بالصدفة واحد اكتشف المفتاح اللي أنت تتعامل ما بينك وما بين الشركة في ألمانيا تتعامل بشفرة وتحكو بصورة آمنة واكتشافها فبعد اكتشاف وتأكد تأكد أن إذا عندك شركة مهمة تقوم بأشياء مهمة تجارية أو عسكرية أو أمنية أو ما إلى ذلك وتتخطب مع الشركة جهة أخرى ولكن بنظام تشفير مطمئن تأكد أن هناك أناس آخرين يحاولوا أن يجدوا ذلك المفتاح شركات أخرى أو حكومات أو جهات أو ما إلى ذلك ويشتغلوا ويحلوا ويجربوا بالصدفة وأحيانا قد يجدوا المفتاح وإذا وجدوا المفتاح لن يخبروك وأنت مستمر تحكي بصورة آمنة يوم اللي يكتشفوا المفتاح اليوم يقرأ بإمكانهم قراءة كل الرسائل اللي بعثتها في ذلك اليوم واليوم اللي قبله واللي قبله ومن شهر فات ومن سنة فاتت كل رسائلك أصبح بالإمكان قراءتها وكذلك الرسائل اللي في المستقبل بالإمكان قراءتها هذه مشكلة أخرى في نظم التشغيل في نظم التشفير وبالتالي يجب تغيير المفاتيح كل يعني كل مثلا بعد شهر غير المفتاح حتى إذا تم اكتشافه كل اللي يمكن قراءته من قبل منافسيك أو أعداءك هي المعلومات اللي ورسلت والرسائل التي تم تبادلها خلال ذلك الشهر ولكن قد تكون معلمات كثيرة فممكن تغير المفتاح كل أسبوع أو كل يوم أو كل ساعة والآن النظم التشفير الحديثة تغير المفتاح كل رسالة مع كل رسالة تتغير المفتاح لكن كيف يمكنك إرسال المفاتيح على الطرف الآخر إذا تحتاج إلى خمسين مفتاح في اليوم مثلا ترسل خمسين رسالة وكل رسالة مشفرة بمفتاح يختلف ولازم ترسل إلى الطرف الآخر هذا المفتاح هذه المشكلة في نظم التشغيل المتماثلة أو القديمة أو Symmetric Encryption System فنجو الآن إلى النظام الحديث الأحدث النظام الموجود اللي هو Asymmetric Cypher System هذا النظام الغير متماثل والسبب اللي سمي Asymmetric أو غير متماثل أن الطرفين اللي دخلين في عملية الاتصال ليس لديهم نفس المفتاح يستعملوا مفتاحين مختلفين وهذا النظام جديد ظهر في من حوالي خمسين سنة أو ستين سنة في السبعينات من أو قرن هذا اللي مضى وفكرتها نسبياً بسيطة الآن في السابق شبه أنك تضع قفل على الرسالة وأنا عندي مفتاح وأنت عندك مفتاح ونفكوه هذا النظام تماثلي أنا نقفل القفل من هنا نحط رسالة ونقفلها ونبعثها للطرف المستلم بنفس المفتاح يفتحها لكن الآن الفكرة في هذا النظام الجديد أن لدينا مفتاحين متممين لبعضهم ومكملين لبعضهم بحيث أن مثلاً لو نأخذوا رسالة نحطها في صندوق ونقفلها بواحد نقفل القفل بواحد من المفاتيح حتى نفس المفتاح مش هيقدر يفتحها حتى تصل إلى الطرف الآخر اللي لديه المفتاح أو المكمل أو المتمم أنا نسميه أنا سميه المفتاح التوأم يعني عندك مفتاحين توأم واحد يقفل والثاني يفتح وإذا الأول قفل لن يستطيع أن يفتح الثاني هو الذي يفتح يعني مفتاحين إذا واحد منهم قفل لا يوجد مفتاح في العالم ممكن يفتح إلا التوأم يعني عندنا مفتاحين توأمين واحد يقفل واحد يفك وممكن العكس ممكن الثاني هو اللي يقفل والأول يفك هذه فكرة النظام الحديث إذن النظام السابق فيه مفتاح واحد هو اللي يقفل وفيه منه نسخة مشابهة تماما تفتح ونفس المفتاح ممكن يقفل ويفتح تصور مثلا عندك قفل صندوق وفيه قفل وعندنا منه نسختين المفتاح كل واحد ياخذ نسخة لكن النظام الحديث لا النسختين ليسوا متشابهين المفتاحين غير متشابهين لكن واحد منهم يقفل فقط ولا يستطيع أن يفتح والثاني يفتح فقط وإذا الثاني هو اللي أقفل إذن الأول هو اللي يفتح هذه الفكرة ففكرة بسيطة كل واحد ياخذ هال المفتاحين ينشأهم ويتم إنشاهم بصورة سريعة جدا ومبسطة ورياضيا ولكن فكها صعب هذان المفتاحان واحد منهم يتم الإعلان عليه يقول يا شباب أي واحد يرسل لي رسالة هذا المفتاح بتاعي أنا بس هذا عام أنا أخليه عام لكل عارفة يسموه public key وعندي الثاني سري خاص يسموه private key إذن هذا النظام الجديد تنشئ المفتاحين المكتممين لبعضهم هالتوائم وواحد منهم بتخفيه ويكون خاص والثاني تعلن عليه ويكون عام يسموه public key وأنا عندي private key فأي واحد يرسل لي رسالة يأخذ public key معروف عبارة عن رقم زي رقم التليفون مش عارفة فيه فيه directory فيه مكتب تتصل بي تقوله كم رقم فلان يعطوك رقم يعني الرقم التليفون مش مش سري كذلك public key فيه مكان directory تتصل بي تقوله معطوني رقم مثلا الجامعة أو رقم فهيم أو رقم الشركة الفلانية public يعطو لك موجود طبعا يمشي نسخة تمشي على الانترنت وترجع لك في لحظة يعطوك المفتاح وتشفر بها يمسج وترسلها الرسالة هذه لا يمكن فتحها إلا بالمفتاح التوأم وبالتالي يضمن أن الرسائل لا تفتح هذه الفكرة كل واحد عنده مفتاحين خاصين به مفتاح يعلن عنه للجميع يسمى public key أو المفتاح العام ومفتاح يتم الاحتفاظ به ويسمى private key فإذا أراد شخصا يرسل رسالة إلى شخص آخر كل اللي يحتاج public key للشخص المستلم يعني المفتاح العام للشخص المستلم الراسل يرسل رسالة إلى مثلا A يرسل رسالة إلى B يحتاج إلى مفتاح B العام لإقفال الرسالة مثلا في هذه الحالة المستخدم اللي على الشمال هنا أليس أو A أمينة عندها مفاتيح الأصدقاء أو الناس التي تتعامل معهم عندها مفتاح لمايك مفتاح الباب مفتاح التيد هذه ما هيش مفاتيح سرية مش مثل النظام السابق اللي صح كل واحد عندها كمانا مفتاح ولكن مفاتيح سرية هذه مفاتيح عامة يعني مش ضروري محافظة عليها بصورة سرية وأمنية مثل النظام السابق طبعا أليس عندها مفتاحها خاص بها لازم تحتفظ به لكن إذا عندها ألف شخص تتعامل معه سيكون عندها ألف مفتاح ولكنها مفاتيح عامة يعني ليست سرية فتاخذ تختار تبعث رسالة الباب تاخذ مفتاح باب اللي عندها تقوم بتشفير رسالة وترسلها هذه الرسالة أقفلت الآن لن يفتحها إلى مفتاح باب الآخر الثاني هذه الفكرة الرئيسية لهذا النظام إن أي رسالة تقفل بمفتاح أي شخص لا يفتحها إلى المفتاح التوأم له يعني إذا سألتك مثلا إذا الرسالة أقفلت مفتاح ألس ما تقول ليش مثلا باب ممكن يفتحها مستحيل إذا أقفلت بأحد مفاتيح ألس لن يفتحها إلى المفتاح الآخر لهالس وهكذا يعني إذا أنت عندك مفتاحين وقفلت رسالة بواحد من المفتاحين هذين كيف يمكن فتح الرسالة بمفتاحك الآخر فقط بالمفتاح الثاني يعني دائما الشخص اللي يستخدم أحد مفاتيحه لإغفار الرسالة يجب استخدام مفتاحه الآخر لفتح الرسالة هذه أفهم لي أن بعدين يزيد التعقيد لكن النقطة هذه أوضح نقطة أنا أقول لك إذا استعملنا أنا بنفس الرسالة للمستخدم سين فأخذت أنا رقمي وأقفلت به الرسالة وبعثت هالسين يقدر يفتحها يقدرش يفتحها بمفاتيحه لازم يستفتحها بأحد مفاتيحه أنا وإذا كان يحتاج مفتاحي سري طبعا مستحيل أنه سيفتحها هذا النظام يوفر السرية confidentiality إذا باستعمال هذا النظام أردنا أن نرسل رسالة إذا A المستعمل A أراد أن يرسل رسالة إلى المستعمل B المستلم B يجب استعمال المفتاح العام المفتاح هو العام المفتاح public key طبعا A مستحيل أن تشوف المفتاح الخاص لباب كل واحد يحتفظ بمفتاح الخاص لنفسه إذا أرادت A أن ترسل رسالة لديها ثلاثة مفاتيح إما مفتاحيها العام والخاص أو مفتاح باب فإذا أرادت ترسل رسالة خاصة وسرية لباب يجب أن تستعمل المفتاح باب المفتاح العام لباب لا يكفي أن تقول مفتاح باب باب عنده مفتاحين أيهما المفتاح العام طبعا ما تقدرش أمينة أو A تنظر إلى مفتاح باب أو بكر أو بلال وتأخذ مفتاح الخاص no الخطأ لا يجوز يعني حتكون خطأ إذا تقول لي مثلا مستعمل A يأخذ المفتاح الخاص مستعمل B خطأ فيجب أن مستعمل A إذا أراد أن يرسل رسالة إلى المستخدم B أن يستعمل مفتاح المستلم العام وما تقريش مفتاحه لأنه بعد ما عاشنا في مفتاح A أو B سرية الرسالة لكن الآن عندي سؤال بالثريع إذا أليس أخذت مفتاحها هي الخاص الراسل أليس أمينة عندها مفتاحين خاص وعام خذت مفتاحها الخاص وشفرت به الرسالة وأرسلتها أي واحد يقدر يأخذ الرسالة هذه الآن من يستطيع فك شفرة هذه الرسالة طبعا إذا استعملت أمينة أحد مفاتيحها ما فيش للمفتاح الثاني لها اللي ممكن يفك الرسالة فإذا أمينة استعملت مفتاحها الخاص إذن مفتاحها العام هو الذي سوف يفك هذه الرسالة ومن يستطيع فك هذه الرسالة؟ أي شخص عنده مفتاح أمينة العام ومفتاح أمينة العام هذا مفتاح عام الناس كلها عندها يعني أي حاج يبيه موجود فمعناها أي حاج يقدر يفتح الرسالة ولاحظ الفرق يعني أمينة الآن عندها خيارين إذا ما ترسل رسالة الباب إما تستعمل مفتاح باب العام مفتاحها العام اللي الناس كلها عارفة لكن إذا استعملت هذا المفتاح ورسلاته حيكون بإمكان باب أن يفتح هذه الرسالة بمفتاحها هو الخاص لاحظ أن إذا واحد من مفاتيح باب استعمل ليقفر الرسالة مفتاحها الثانية ممكن يستعمل لفتح الرسالة وباب حيستعمل رسالة ومفيش حد الثاني يقدر يقرر الرسالة لباب أنا فيه confidentiality فيه سرية لكن باب مش هيعرف الرسالة جات من من يعني أي واحد يقدر ياخذ مفتاح باب العام ويشف الرسالة ويكتب تحت أمينة ويبعثها لباب باب مش هيتأكد من لي أرسل الرسالة لكن شيء واحد مضمون أن الرسالة سرية لكن إذا أمينة راحضي أن قلت لك الخيار الأول أمينة خذت مفتاح باب وشفرت الرسالة الآن صور لو أمينة خذت مفتاحها هي الخاص وشفرت الرسالة وارسلتها الآن باب وأي واحد آخر عنده مفتاح أمينة العام يقدر ياخذ الرسالة ويفكها لأن دائما قلنا إذا أي شخص واحد من مفتاحها استعمل لإقفال الرسالة مفتاحها أيضاً الآخر فقط اللي يقدر يفتح الرسالة فإذا فتحت الرسالة الآن بمفتاح أمينة العام هذا دليل أن مفتاحها الخاص هو اللي يستعمل لتشفير الرسالة وبالتالي إذا باب يقدر يفتح أي رسالة بمفتاح أمينة العام معناها هذه الرسالة شفرت بمفتاح أمينة الخاص وهذا دليل على الاثنتيسيتي أن هذه الرسالة جت من أمينة فيش حد في العالم يقدر يشفر الرسالة بحيث أن مفتاحها العام يفتحها إلا إذا كان لديه المفتاح الخاص لأمينة فالنظام الحديث يوفر شيئين يوفر السرية مثل النظام القديم ولكن أيضاً ممكن أن يوفر التأكدية أن هذه الرسالة جاءت من هذا المصدر وهذه نقطة مهمة إضافة إلى النظام القديم يعني النظام القديم يوفر السرية فقط هذا يوفر السرية والتأكد من مصدر الرسالة يسمونه authentication authentication يعني التأكد من شخصية الرسل نعرف من هو الرسل أي رسالة تقدر تفتحها بمفتاح أي شخص بمفتاحه العام إذن هذه الرسالة شفرت بمفتاحه الخاص وهذا تأكيد شخصية الرسل وهذا اللي مبني عليها الـ digital signature يعني أي حاجة تشفرها بمفتاحك الخاص كأنك وقعت عليها ما فيش حد في العالم يقدر ينتج نفس الشفرة إلا اللي عنده مفتاحك أنت الخاص طبعاً مفروض يكون أنت فقط وحيد للي عندك المفتاح الخاص وميزة هذين المفتاحين إذا عندك واحد تتعلن منه مستحيل أن يتم اكتشاف المفتاح الآخر النظرية على الفكرة والرياضيات المستعملة لإنتاج هذه المفاتيح وأيضاً عملية إنتاجهم والتي هي بسيطة جداً عملية بسيطة جداً ربما موضوع آخر لمحاضرة آخر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر